سلام المسيح وتحية طيبة تحية عراقية اليوم نعمة الرب رح نتأمل من مزمور واحد اللي موجود في العهد القديم نقرأ اول ثلاث اعداد اللي موجودة مكتوب طوبة للرجل الذي لم يسلك في مشورة الاشرار وفي طريق الخطات لم يقف وفي مجلس المستهزئين لم يجلس لكن في ناموس الرب مسرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا فيكون كشجرة مغروسة عند مجار المياه التي تعطي ثمرها في اوانه وورقها لا يذبل وكل ما يصنعه ينجح تريد اكيد تنجح بحياتك خلينا اسألك شنو هي معايير النجاح بالنسبة اليك هل هي الشهرة بكثرة المال والاملاك هل هو المنصب والصيطة الحسن هل فكرت بشلون انك توصل لهل للنجاح بصورة عامة الكتام المقدس قبل الالاف السنين اعطانا وصفة للنجاح مكتوب لا تسلك في خطة الاشرار لا تشارك ويا الاشرار العمل الشر للي حوالك لا توقف مع الخطات بسبب الخطات الناس المخطئين ممكن يأثرون عليك وتجي يوم يجي يوم تعمل اعمالهم لا تجلس مع المستهزئين لان انت ممكن تجي لاحظه تستهزئ باللي وياك وحتى ممكن يوصل استهزائك للرب لحد الان ما قولت اهلنا انه لا تمشي مع اصدقاء السوء محتاجينها شلون ممكن ننجح الكتام المقدس بيعرفنا انه النجاح هو التعرف على كلمة الرب اللي بتقودنا واللي بتساعدنا بكل قراراتنا مو بس تكون ناجح في حياتك لكن بتكون كالشجرة المغروسة على جدول المي بتكون بركة وخير لكل الناس وتكون المؤثر وليس المتأثر بتكون كالشجرة اللي دائما بتاخذ المي بتشرب المي تنغرس بعمق بتكون قوية بتعطي الثمر بتكون بتجيب الظل للناس المحتاجة الظل هاليوم الكتام المقدس بيشجعك انك تكون كالشجرة المغروسة على جدول المي خلينا نصلي ان رب يساعدنا نكون فعلا مثل هالشجرة يا رب يسوء احنا جايين يا رب ممنونين اليك ونريد يا سيد انه ننغرس بعلاقتنا ونتقوى بيك اكثر يا سيد ويكون فعلا فرحنا ولهجتنا دائما بكلمتك وتعاليمك ساعدنا يا رب ان نكون كالشجرة المغروسة على جدول المي في العالم اللي نعاشين به باسم المسيح اسوء عصلي امين امين والربي باركك امين والربي باركك